صفقة الغاز طويلة الأمد التي وقعتها حكومة الإطار التنسيقي برئاسة السوداني مع إيران مقابل مئات المليارات من الدولارات مكافأة أمريكية لطهران بهذه الكلمات وصف موقع أويل برس الصفقة بين حكومة السوداني وإيران والتي تمتد لخمس سنوات الموقع المتخصص بشؤون الطاقة أكد أنه على الرغم من الوعود بوقف استيراد الغاز الإيراني من قبل حكومة الإطار التنسيقي تلقت حكومة السوداني الدعم المالي من واشنطن أثناء تمديد صفقات الغاز مع طهران أمد الصفقة يشي بحسب مراقبين بأن حكومة السوداني أمنت غضب واشنطن أو حازت ربما على ضوء أخضر منها يجعل العراق حديقة خلفية للنظام الإيراني بحسب الموقع الذي أكد أن أموال تصدير النفط العراقية توضع في حساب خاص بإشراف البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي ألا طالما صرحت واشنطن أن هدفها من السيطرة على أموال العراق منعو أصولها لأيدي ميليشية وأحزاب فاسدة مرتبطة بالنظام الإيراني فضلا عن ميليشيا حزب الله اللبناني ونظام الأساد إلا أن صفقة الغاز الجديدة التي تمتد على مدار خمس سنوات تكشف أن مفتاح الاقتصاد العراقي بات بيد إيران وفي لغة الأرقام سبق لوزارة النفط الإيرانية أن قالت إنها كسبت 15 مليار دولار أمريكي من تصدير حوالي 52 مليار متر مكعب من الغاز إلى العراق منذ عام 2017 بينما أقرت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية في العراق بأن الغاز الإيراني لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية يكلف العراق سنويا نحو 10 تريليون دينار ويستورد العراق مشتقات النفط من الوقود وغيرها بسبب ضعف البنية التحتية الخاصة بتكرير النفط نتيجة الفساد السياسي وانعدام الخطط الاستراتيجية لتطوير الصناعة النفطية وبناء المصافي على الرغم من أن العراق يعد ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في منظمة أوبك اشتركوا في القناة